مرحبا فيكم في أسرار صيدلانية علم ومهنة الصيدلة هي مهنة الأسرار وعلم الأسرار لكثير من الأسرار والمفاجآت اللي منشوفها أثناء عملنا كصيادلة وأثناء بحثنا في علم الصيدلة وبالتالي في دائما مفاجآت ودائما في دهشات بتخلينا نستلذ أكثر بهذا العلم وحبيت شارككم بعض هذه الأسرار والمفاجآت والدروس المستفادة أكيد مو بس أنه احنا نعرف هذه الأسرار كيف احنا نستفيد من هذه الأسرار اليوم رح نحكي عن موضوع مضحك مدهش غريب شوي وهو موضوع الحشاشين وقطرات العين شو العلاقة بين هذول الاثنين بيدخل كثير من الأشخاص وبيعرفوا زمنان الصيدلة إلى الصيدليات لغاية طلب بعض قطرات العين هذول الأشخاص بكون لهم لغة جسد معينة ومنعرفهم من خلال طريقة طلبهم أو من خلال أنه احنا تعاملاتنا معهم ومنكشف أنه هم عم يستخدموا قطرات العين هذه لغايات غير صحية لغايات إدمانية ومن هذه القطرات طبعا ما رح نذكر اسمها حتى ما يكون تشجيع لها قطرة عين بيستخدموها حتى يحطوها بالأرقيلة أم ما يسمى بالأرقيلة أو النرجيلة أو الشيشة حسب البلد اللي أنتوا فيه لحتى يدخنوا نرجيلة وهي معها طبعا هذه المادة بيحطوا هذه القطرات يعني لحتى يدخنوها أو يستنشقوها ويحصلوا على شعور من اللذة أو شعور إدماني معين وللأسف أكيد لها أضرار مثلها مثل كل الأدوة اللي بتشتغل على الدماغ وإلها أضرار ومضاعفات خطيرة وإدمانية في المستقبل لذلك إحنا صرنا نكشف هدول الأشخاص مثل ما حكيت لكم و90% نعتذر من إعطاء هذه القطرة أو يعني البعض يعني ممكن هذه القطرة بيحكيلوا أنه هي مش موجودة أو القطرة فعليا موجودة بمكان معين خاص فقط للحالات اللي بتستدعي استخدامها أيضا هناك نوع آخر من قطرات العين بيستخدمها بعض الحشاشين أو بعض الأشخاص اللي بيتعاطوا للتغفية أو للتغطية على تأثير الجانبي لبعض الأدوية اللي بيصير في إحمرار في العين بعض الأدوية الإدمانية هون عم نحكي ممكن تعمل أو مولس شرط الأدوية ممكن أشياء أخرى بيتعاطوها بتعمل إحمرار في العين وبالتالي هم بيغطوا على الإحمرار والبعض بيستخدمها أيضا في كمان أنه بيحطوها مع النرجيلة أو الشيشة لحتى يحصلوا على التأثير لكن ما إلها هذا التأثير مثل القطرة السابقة وبالتالي بالحالتين بيكون إلها غايات غير صحية واستخدام خاطئ للأدوية وبالتالي دروس المستفادة أنه إحنا ننبه هذول الشباب أنه ما يلجأوا لهذه الشغلات المضرة وأيضا لازم الصيادلة يكونوا على معرفة كافية لحتى يمنعوا أو ما يعطوهم مبتغاهم لهذول الأشخاص أيضا هذا الشيء بيخلينا إحنا ننبه أخواننا اللي علقوا بهذه الشغلات اللي بتعملهم شعور باللذة الآنية لكن أكيد ومية بالمية مثل ما منعرف أنه رح تعمل تأثيرات مضاعفات مش جيدة في المستقبل ورح تأذيهم هما أول شيء قبل ما تأذي المجتمع بشكل عام مزيد من الأسرار ومزيد من الخفايا نشوفها في حلقات جديدة من أسرار الصيدلانية السلام عليكم